حقيقة تنعاني بزاف ديال المشاكين من هاد من هاد الصندوق الضمال الاجتماعي منها الضعائر والغرامات والزيادات للي فقط للأصل التجاري للمهنيين وكذلك كذلك الاغلاق الكلي لكن الاغلاق كنا نعاني منه جائحة كورونا سنة الفين وعشرين والفين وواحد وعشرين لهذا ان الخطوات ديالنا خطوات بناء على اغلاقة المهوية للوحيدات القطع المقاهي والمطاعم بعدد من المدن المملكة والتي سببها الغرامات والضعائر والزيادات الخيالية من طرف صندوق الضمال الشمعي كذلك الخوف لدى المهنيين من الحز على الاصول ديالهم والحسابات ديالهم وتفعيل مصاطر تحصيل الجبري وتأخر عدد الشراكات ووجبات الشهرية اللي كانت في التيمة ديالنا لهذا اتخذنا قرار الحاكيم في الاحتجاج يوم 12-11 ولا بد من الاضراب بعد كما رسلنا عدة مرسلات ومذكرات الجهات المعنية منها وزارة الاقتصاد والمالية ومنها وزارة التشغيل باش ياخدوا بعي الاعتبار هذه المذكرة ديالنا الذي كان هدفها هي المطالبة بالاعفاء الكل من الضعائر والغرامات وتفعيل المذكرة المطلبية للجامعة لدينا ملف مطلبي بسيط وسهل وكل ادارة المركزية والوزارة المعنية بهذا القطاع تفعيل هذا المطلب اولا تنطلب الاعفاء الكل من الضعائر والغرامات والزيادات ثانيا تقسم الديون الى المدى البعيد حسب قدرة المهنيين ثالثا الالغاء مراجعة سنة 2020 و2021 ربي عن الالغاء كل من الغرامات لهذه المنظومة ديالي زانسترانت اللي كانت في حقيقة صعيبة على هذه المنظومة هذه ديال الضمال الشيماعي مراجعة بعض القوانين التي مرت بسرعة قياسية حيث أنها من الناحية الشرعية معيبة وتهديد قطاع ديالنا قطاع المقاهي والمطاعم والكثير من القوانين عليها كذلك الملاحظة خامسا مراجعة النسبة المئوية اللي كانت هي اللي كان هي حالية 27.83% في الحقيقة را ما كنش الدمال الشيماعي را كن ضرائب محلية ووطنية ورسوم وجبايات في هاد القطاع هذا لأكثر من 14 ضريبة اللي تخلصها هاد القطاع ديال المقاهي والمطاعم لابد متفعيل 51% بشكون هناك حماية اجتماعية لجميع ونديكلاري بجميع الأجراء ونصرح بجميع الأجراء بشكون هناك كمال ببالها جلالة الملك حفظه الله المشروع الملكي بشكون هناك حماية اجتماعية شاملة على الجميع اقول للجهات المعنية ان قطاع المقاهي والمطاعم ليس بحائط قصير ونحن لسنا متجبرين ولسنا متنبسين هذه مؤسسات تؤدي الدور ديالها في الدولة ولها تاريخ عريق وشاريك اساسي في الدولة نحن مقاهي مطاعم شرفاء ولسنا مع الناس الذين لم يؤدوا واجباتهم ضريبة ولكن يجب مراعاة المداخل ديال المقاه ويجب اخذ الاعتبار للشارج اللي عندهم المصارف اللي عندهم بش ولابد ان اشكر جميع ارباب المقاهي والمطاعم على الذين اتخذوا هذا القرار الحكيم بالاجماع على الاحتجاج اللي غيقوم ان شاء الله في التال البيضاء يوم 12-11-2024 اشتركوا في القناة